تتراجعوا اللي احنا خدناها المواريتين اللي انتمش موجودين فيها تلاقيها موجودة في التسجيلات معانا ترنيمة مدمعيدة اسمها من غيرك نترجى تفضل من دمعيد اوكي بونا رئيس الحياة فيك واسقين ما حنغرقش لأننا فيك مسكين والغرقان يناديك الأنجاح والتعبان الأدواء بك حسن بأمان ويسابتنا الأحزان عشان انت ما بتسيبناش مين غيرك نلجأ لي نرني حملنا عليه مين بيدي شال عنا كتير آملناش غيرك من تحنيين ما بتقساش ما بتنساش الباصن بدموع لك صرخين يا يسوع يا شايلنا فعني وقت الخوف ما خوفناش لك حكمة وليك تتبير انت يا رب عجيب مش بتسيب حقنا ولا بتغيب يهجم ديب بعصيتك تبعد عشان انت قدي قير هم كبير لتفسير أو كان شيء من غير تفسير مش بس يتحلي لكن بتخلي بقى للي حبك خير مين غيرك نترجى مين الراحة معا غيرك يا رئيس الحياة فيك واسقين ما حنغرقش لأننا فيك ماسقين والغرقان يناديكي الأنجاة والتعباني الأدواء بك حسين بأمان ويسابتنا الأحزان عشان انت ما بتسيبناش جميلة أوي كتل خير جمد معاية لا عفوة تسيبون الحمد لله بالسلام لك وكلك الله يسلم لكم تسيبون طيب ما لش عشان بستخدن بس جهاز جديد النهاردة هل انتو شايفين كويس؟ هل انتو سمعين كويس؟ ولا ايه؟ ايوه طيب الحمد لله اوه سمعين يا مولا كويس شايفين كويس والكوبتك ريدر كويس والكوبتك ريدر كويس طيب الحمد لله بسم الآب والابن والروح القدس لله الوحد أمين فالتحال لنا نعمته بركته من الآن وللأبد أمين كنا تكلمنا مرة اللي فاتت في بداية اسحح تسعتاشر عن الكلام على الزواج المسيحي الزواج المسيحي والسؤال اللي سألوه الفرسيين عشان يجربوا ربنا يا سوع المسيح هل يحل ان يكون في طلاق لأي سبب فربنا يا سوع المسيح أجاب من الكتاب المقدس ورجعهم لأصل الزواج اللي ربنا شرعوا من البداية رجل وامرأة رجل واحد لامرأة واحدة في العمر كله وقال ان الطلاق لا يجوز الا فقط لعلة الزن هم ابتدوا يتكلموا مع السيد المسيح ويقولوا له طيب ده موسى أوصى ان هو يبقى في طلاق فقالهم ان الفترة اللي انتوا كنتوا عايشين فيها داية كان في قساوة في القلب بتاعة شعب اسرائيل في الوقت دهوت والقساوة دي معناها ان هم مكنيش مستعدين روحيا ان هم يقبلوا كلام ربنا زي ما هو شرعه من البداية فأزن لهم ان هم يعملوا الموضوع ده في أضيق الحدود وحطلوا تشريعات منها انه لابد يكتب كتاب طلاق وان اللي يطلق مراته مينفعش يرجع لها تاني فكان دا عشان يخلي موضوع الطلاق دهوت يقل او ينتهي وقرينا من العهد القديم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ما سمحش إلا بالطلاق إلا في وجود علة الزنة. طب مش معنى علة الزنة بس. طيب ما حتى لو كانت خطيئة كبيرة طيب ما مسيحة وربنا غفر كتير للزنات. من أول العهد القديم وفي العهد الجديد كان في زنات كتير. معنى العلة دي بالزيت طيب. ممكن أي خطيئة تانية. مش معنى دي. التفسير في النقطة ده هيت ان الشريعة بتاعة الجواز ان الزوج الزوجة بيبقوا جسد واحد. بيبقوا جسد واحد. واللي بتخليهم جسد واحد وهروح ربنا. لما بتدخل الخطيئة بذات خطيئة الزنا. بيتكسر الرباط المقدس دهوت. بيتكسر الرباط المقدس. زي ما بقول بولس الرسول انهم هنلتسق بزانية فقد صار هو الزانية واحد. فبالتالي الخطيئة بتاعت الزنا بتكسر العهد المقدس اللي ربنا عملوا ما بين الزوج والزوجة في الاول من البداية يعني فعشان كده لا تنحل الا بلا ينحل الزواج الا بخطية الزنا لكن اه اه كان في نقطة كمان وانا زاويتها المرة اللي فاتت ان الموضوع ده هوت بموافقة الزوج يعني لو كان الزوجة هي اللي اخطأت فلو الزوج حابب ان هو ينفصل من اجل الخطأ ده هوت يجوز لو حابب يكمل اه بعد توبة الزوجة او العكس بيكمل والكنيسة بتكمل الزواج او بتخلي الزواج قائمية ماشي ازا اشرف? ماشي يا ابونا ازاي الكيسة بتخلي الجواز قائم ازا كانت تروح ربنا فرقتهم يكاملهم غير روح ربنا معهم يعني ازاي? احنا بتقديم التوبة ومعالجة الكنيسة للموضوع ده بتكمل عشان الاسرة تكمل يعني. الكنيسة مش بتخلي في حالة بتاع. لكن بتسلي لهم تاني ومشي بتسلي لهم جواز تاني يعني بتسلي لهم صلاة التوبة لو لو حبين يكملوا يعني. بيطلق على الطرفين ولا طرف واحد يعني? يعني ايه الطرفين? يعني انت بتقول الزوج هو اللي وافق. طب لو. العكس او العكس او العكس. الطرف المخطأ في حقه ويوافق يعني انه يكمل. اه يعني 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 الموضوع ما هواش ملزم كده. لا مش ملزم لا طبعا. لو في حد عنده دلائل على ان الطرف الاخر اخطأ مش ملزم انه هو يكمل الا لو هو عايز يكمل من اجل انه يعطي الاخر فرصة زي كان شايف نوع تائب يعني. حتة شائكة شوية. معلش. بس ده لا التعليم فيها الكنيسة على قد ما انا اعرف لكن ممكن نسأل فيها تاني لو تحبوا. المهم بس احنا. مش عشان حاجة. طب ليه في الكاتوليك بيبنعوا حتى الطلاق حتى لو لعلة الزنا. هقول لهم الكتاب المقدس سيد المسيح بيقول كده وانتو ما بتنفسوش كلام سيد المسيح. يعني ما فيش طلاق خالص في الكاتوليك اصلا يا. ما ما تقرأ طب هما هما بيعملوا سيد المسيح قال اوه. واقول لكم ان ما انطلق ايه اللي بسبب الزنا? يعني ما ما احترامي لكل الكنيس لكن كتاب مقدس واضح جدا والاباء اللي فسروا كتاب مقدس يسألوا كده وسيد المسيح قال كده. هل الكنيسة الكاتوليكية افسرتها بالشكل ايه? ده يسألوا هما يعني ليه عملوها كده? ماشي نشوفها بقى ليه ليه هما ما بيبنعوا طراقها. طيب. طيب. احنا ربطنا الحتة ده هي. والصوت ده من عندك ولا من عندك انا? من عندك يابون الجنب كده للشمال يا بونا معرفش يا. انا من جنب الشمال. اه عندك اعلانات يا بونا في الجمال. طب تتافل ازاي دي? ممكن تكبر الشاشة. كبر الشاشة شوية. اه تروح? مش عارف. وان قلتك اه فاتح الميتينج مرتين. فاسنين ويندوز مفتوحين عند قصة. وده بقى مشكلة. اسمو ايه ده الجديد? اي حاجة جديدة? انت ترجع جهاز جديد. ما زي ما رجع الجهاز لدي. طيب. خلينا نكمل. احنا كنا ربطنا الجزء دهوت بالجزء اللي كان في نهاية اه الاسحاح تمنتاشر عن اه 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 المغفرة. وقلنا ان ان يمكن ربنا يسوع المسيح وده مش يمكن اكيد يعني. ان هو ده لما اتكلم عن المغفرة وازاي ان احنا نغفر لاخونا عدد غير محدود من المرات. كما يغفر لنا ايضا الله عدد غير محدود من المرات. فبرضو في 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 علاقاتنا الزوجية لابد يكون عندنا الفكري ده هوت. ان مش اي حاجة تزعلني ان انا اشيل وما اغفرش. وقلنا ان الاية اللي اللي ننصح بيها كل اتنين متجاوزين يحطوها كده هوت قدامه الوقت كله. حدونا في زغار زغاية اسمه برايباسي دوس عليه يمكن. ما احبت لك اتنين. لا. فقلنا ان الاية هي في افاسوس اربعة اتنين بكل تواضع وداع وطول اناه محتملين بعضكم بعضا في المحبة محتملين بعضكم بعضا في المحبة وصدقوني هي دي الشعار الذي لا يسقط ابدا الاحتمال في المحبة طبعا في حدود لكلام ده وفي اكسبشنز لكن القاعدة الاساسية هي ايه هي الاحتمال في المحبة المهم التلميذ سمعوا الكلام ده وهم كان لسه فكرهم ما كباش اوي مع تعليم ربنا سعى المسيح قالوا ايه في عدد عشرة دي كن شنود يتفضل عدد عشرة قال له تلميذ ان كان هكذا امر الرجل مع المرأة فلا يوافق ان يتزون تلميذ سمعوا الكلام ده كله فشافوا في الرباط الزوجي الرباط المقدس اللي ربنا يا سوع المسيح اتكلم عنه انه لا ينحل الا بالزنا امر في غاية الصعوبة وانه فوق احتمال البشر شوفوا انت كان ده بنسمعه تاني دلوقتي والافضل من هذه الحالة في هذه الحالة هو عدم الزواج لانهم لم يكونوا قد فهموا بعد عزمة الوحدانية بين الزوجين شوفوا ده الكلام ده بتاع ابقنا القدسين من البداية يقولوا انهم لم يكونوا قد فهموا بعد عزمة الوحدانية بين الزوجين فكان السهل جدا في نظرهم اطلاق لاي خلافات ولم يكن لهم استعداد لاحتمال بعضهم البعض كل ما بيضعف الايمان كل ما حياتنا ما بتبقاش مبنية على المسيح نلاقي الموضوع ده بيتكرر كتير طبعا انا بقول لكم كلام ده في المطلق لكن في استثناءات وفي حاجات تبقى صعبة جدا فوق الاحتمال لكن انا بتكلم في المطلق العمومي قالوا له خلاص يعني ما نتجوزش احسن فربنا يسوع المسيح رد عليهم بيرد عشان يوضح كلام عن البتولي كلام عن البتولي فعدد 11 و 12 يتكلم ايه يتكلم ربنا يسوع المسيح باختصار جدا عن البتولي والكلام ده هوت صعب شوية في الفهم فعايزكوا ايه تركيزوا معي مادام موندا ممكن نقرأ 11 و 12 مع بعض فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطى لهم لأنه يوجد خسيان ولدها كذا من بطول ممهاتهم ويوجد خسيان خصاهم الناس ويوجد خسيان خاصة عنفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع ان يقبل فليقبل كويس لما تكلموا وتلميذ وقالوا خلاص ما نتجوزش احسن فربنا يسوع المسيح قال لهم ايه قال لهم مش كل الجميع يقبلون الكلام ده هوت يقبلون يعني يلتزمون يعني مش كله يلتزم بهيه بهذا الكلام نحنش هنستحمل بقى ده لحد ايه لحد ما نخلص النهاردة وبقى زبط ربنا يا سؤال المسيح قال ان ايه ان احنا مش هنقدر ان احنا نلتزم بالموضوع ده هوت اتفضلي زعشف تفضل زعشف عايش تقول حاجة لا 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 من قبل كده هاي بقى عشق اش خليني استخدم ده لانهاردة ففي عدد حداشر السادة المسيح قال لهم مش الجميع بيقبلوا الكلام ده هوت يعني مش الجميع بيلتزموا بانهم لا يتزوجهم مش كل الناس تقدر ان هي ايه لا تتزوج لكن للذين اعطي لهم يعني ايه يعني لهؤلاء الذين اعطي لهم ان يقبلوا يعني موضوع البتولية وعدم الزواج ده مش لكل الناس ليس للجميع والمقصود ان السادة المسيح حكم ان عدم الزواج لا يوافق الجميع عدم الزواج لا يوافق الجميع تلميذ فكروا ان البتولية اسهل من الزواج طالما ان الزواج لا ينحل الا بايه بخطيط الزن لكن السادة المسيح صحح المفهوم ده هوت لما فرق ما بين ثلاث انواع من غير المتزوجين ففي عدد اتناشر يقول ايه يقول ان فيه نوع من الناس اللي غير قادرين للزواج اللي هم خصيان ولدوا هكذا من بطول امهاتهم خصيان يعني ايه يعني الاعضاء التناسلية عند الراجل مش موجودة مش موجودة وده انسان يكون اتولد بعجز جنسي فمش هيقدر ان هو يتجوز مش حبا في البتولية ولا الوجود مع ربنا لكن لعجزه عن الزواج المسيح دلوقتي تفرق ما بين انواع الناس اللي بتتبتل او مش بتتزوج النوع التاني اللي هم الخصيان الذين خصاهم الناس ودول في العهد القديم او في العصور الفائتة كانوا الشباب اللي بيقعوا في القسر وبياخدهم الملوك انهم يخدموا عندهم في بيوتهم فيقوموا يمنعوهم من يمنعوهم من يمنعوهم ان هما يضيقوا ستات بتاعتهم فيعمل لهم العملية بتاعت الاخصاء ان هما يضمروا لهم الاعضاء الجنسية عند عند الرجل يعني فبالتالي يقدروا ان هما يطمينوا ليهم وهم بيخدموا في بيوت النساء وممكن ان الناس دول برضو يكونوا بيقبالوا ده بارادتهم عشان ايه عشان ينالوا مركز او عمل في هذه القصور لان عندهم شهوة للمال او للمركز طبعا الاسم ده هو بتاعت الخصي اللزق في الناس اللي بيخدموا في القصور الملوك حتى لو ما كانش لو ما كانوش تعملوهم هذه العملية حتى نسمع في سفر الاعمال عن خصي مالكة كنداكا اللي هو من الحبشة وده كتاب ما بيقولش ان هو او التاريخ ما بيقولش ان هو كان فعلا كده لكن ده الاسم اللي يطلق عليهم فيما بعد عشان كده النوع التالت بقى اللي هو الانسان اللي بيقردته بيقردته كبح جماح الشهوة اللي عنده عشان خدمة ربنا كبح جماح الشهوة من اجل ايه خدمة ربنا خصيان يعني منزوعه الخصياتين وبالتالي ما يقدرش يجوز في ناس تولدوا كده في ناس عملوهم الناس كده وفي ناس عملوا انفسهم ايه كده عشان يقدروا ان هما يختاروا حياة العزوبية وحياة البتولية من اجل خدمة ربنا من اجل خدمة ربنا لكن السيد المسيح بيقول في نهاية الايتين دول من استطاع ان يقبل فليقبل يعني ايه ايه ان من له ميل البتولية فجيد له ان يحيا هكذا فيتمتع بتكريس فكره وقلبه لله اللي يستطيع يعمل كده يعمل طبعا الكلام ده فيه كلام كبير جدا لان البتولية شيء عظيم جدا في كنستنا وشيء محطوط في مكانة عالية جدا لكن حد من المفسرين يقول ليست البتولية الحق يعني البتولية الحقيقية مش هي هروب من الزواج عشان واحد شايف صعوبة الحياة الزوجية او صعوبة الحالة الاقتصادية لكنها دخول في الحياة بتاعة الملكوت يعني البتولية الحقيقية هي واحد عايز يدخل حياة الملكوت فان كان طريق الزواج المسيح يبدو صعبا زي الرسل ابقنا الرسل مفكره من اجل كلام السيد المسيح لكن حياة البتولية الحقيقية هي هبة مش للجميع از يقول ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطي لهم وقد جيروم يعلق على الاية اللي بتقول من يستطيع ان يقبل فليقبل يقول ان البتولية مش الزام هيقول ايه لا يوجد الزام ترتبط به فان اردت ان تنال المكافأة انما يكون ذلك بكامل حريتك بكامل ايه حريتك يعني الانسان اللي بيتبتل بيتبتل بكامل حريته فالديس كبريانوس بقى اللي بتاع القرن التاني الميلادي يحذر لألا نعتمد او يعتمد الانسان البتول على بتولية الجسد وحده وان كانت من اجل الرب لقد خشى على البتوليين من الكبرياء خلال بتوليتهم الجسدية فيقول ليت الذين صاروا خصيانا من اجل ملكوية السماوات مرة يردون الله في كل شيء ولا يضادون كهنة الله ولا رب الكنيسة خلال عثرة شرق يعني ايه يعني ساعات البتولية بتخلي الانسان يدخل في كبرياء يحس انه احسن من الناس كلها واحسن منه تزوجين ويبتدي ويبتدي يضاد الكنيسة ويسبب عصرات فالقديس كبريانوس يحذر من الموضوع ده هود الكلمة الاخيرة اللي نقولها في النقطة ده هات ان الميل اللي البتولية هي هبة روحية الميل للبتولية هي هبة روحية مش للجميع مش للجميع لكن القانون الغالب في المسيحية هو الزواج القانون الغالب في المسيحية هو الزواج والسيد المسيح لم يأمر ابدا بالبتولية فامارش به لم يأمر بيه بل انه ايضا لا يمنع البتولية يعني لم يأمر ولم يمنع لمن يريد البتولية من اجل خدمة المسيح وما فيش اي اشارة هنا الى ان البتولية اقدس من الزيج خلي بالكم ده مهمة اوي ما فيش اشارة ان البتولية اقدس من الزيج او ان البتولية ترضي الله اكثر من الزواج الموضوع ده مهم جدا ان احنا نضعف ازهالنا احنا في في كنيستنا نقدر البتولية جدا جدا وابنديلها مكانة عالية اوي لكن لا السيد المسيح لم يذكر ابدا ان على الجميع ان يتبتلوا لا دي هبة روحية زي اي هبة روحية اخرى اللي بيعايزها لابد يسلك فيها بالطريقة المسالية عشان يخدم المسيح الحاجة التانية لا 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 تجعل البتولية اللي انت اخترتها باختيارك او دخلت الها باختيارك تكون زي ما بقولوا ايه كده حاجة تخليك تتكبر او تحس ان انت احسن من الاخرين لا انت عملت حاجة باختيارك زي واحد عايز يخدم فهل عشان هو عايز يخدم باختياره يبتدي يحس ان هو احسن من الاخرين لا البتولية ليست اقدس من الزيجة والبتولية لم لم يقل احد انها ترضي الله اكثر من الايه من الزواج لكن اللي يرضي الله في الحقيقة هي محبته والسلوك حسب وصاياه وخدمة اولاده محبته السلوك حسب وصاياه وخدمة اولاده يمكن يكون فيه انسان متزوج او انسانة متزوجة بيعمله كده اكتر من انسان متبتل ومكرس حياته لربنا طبعا نفتكر كلنا القصة بتاعة الانضم ار لما جالوا الفكر بتاع ان هو احسن بكتير جدا من اي حد في العالم من اجل ان هو كرس نفسه فيه بتولية يقول الله فربنا قالوا لأ فيه اتنين احسن منك فقال له مين الرهبان دول قال له مش الرهبان دول ستتين متجوزين فقال له عايزة شوفهم فقال له روح اسكندرية وانزل وخبط على الباب دهوت هتلاقي الستنين دول اللي هم اعظم منك فقال بخبط لا اتنين ستات متجوزين والاتنين متجوزين اخين يعني هما الاتنين ايه سلايف فبيسألهم يقولهم بقى انتوا بتعملوا ايه بتصلوا كل يوم بتصلوا على كم مرة في اليوم بتعملوا ايه من اللي انا ما بعملوش انتوا متجوزين وعندوكو عيال انا مراهب متوحد قل له ابدا احنا بس بنحب 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 نهائي قال لهم ايه تاني قال له ولا حاجة اكتر هو كده بس بس الكلام ده مش تقليل من عظمة البتولية ابدا ولا شيء لكن ان احنا نرجع الشيء لاصله نرجع الشيء لاصله حد عنده اي سؤال هنا فدر سوزاش سؤال في الحتة الاولة بتاعت الطلاق العلة الزمان الزمان اه اه قدسك دايما بتجيب اه اه كل الاناجيل بتقول ايه في الا في الا في الاية الواحدة اه قدسك بس قريت في متة فيه في مرقص كمان عشرة من واحد لاتناشرة هي نفس اه اه ده نوع المرة اللي فاتت على فئة طيب ما هي ما فيهاش فيها حتة الزمانة خالص ما فيهاش ما فيهاش انه انه الطلاق لعلة الزمانة يعني المسيح ما ذكرش دي الا في متة ما ذكرهاش في مرقص معنى كده ان هي مش ملزمة يعني معنى كده انه ما فيش طلاق لا مين قال كده احنا بنحط الاناجيل كلها جنب بعض طيب هل عشان مرقص ما ذكرهاش هل عشان مرقص ما بس بس موجودة وسيل المسيح قالها حتى في متة تاني بص اقول لك الحاجة شوف انت بس تسمع المرة اللي فاتت وخلينا نتكلم فيها مع بعض لانك انت ما ما تبعتش اللي حصل من الاول لان انا قريت التلات اناجيل قرينا مرقص وقرينا لوقة وقرينا متة وحتى قرينا العهد القديم ايضا يعني الحاجات دي موجودة حتى في العهد القديم يعني متة خمسة اتنين وثلاثين لا مرقص عشرة لا طب ما مرقص يعني نجيب اي حاجة يعني ما كله الانجيل واحد هل اللي موجود في الانجيل ما هو نفس الموقف ده بس ما فيهوش كلمة اطلاق خالص اوكي نرجع تاني للمرقص تاني انت ارجع للحلقة بتاعة المرة اللي فاتت ونرجع للمرقص تاني خاطر ماشي ماشي طب فيه سؤال تاني بس سريع ما عرفش ايه موقف الكنيسة من الجواز المسلمة او يهودية او او اي ديانة اخرى اذا كان راجل او ست الكنيسة الابطية لا تسمح الا بزواج الارثوزكس الاقابات من بعضيهم او متحدي الملة اللي معاهم اللي هم السريان الاورثوزوكس 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 او الهنود الاورثوزوكس او الارمن الاورثوزوكس غير كده اللي هتقبل الكنيسة انها انها تعمل لزواج احنا مش نتكلم على الاسباب يعني لكن هو ده موقف الكنيسة يعني اه موقف الكنيسة وموقف الكنيسة ده مبني على حاجات في الكتاب المقدس حسب تفسيرها وحسب تقليد كنيسة الارثوزوكس ايه ما ما بنجوزش غير اتنين الاورثوزوكس ده حتى لو مسيحيين برسطانتي برسطانتي لاي لا لابد يبقوا رسوزوكس الاول عشان يبقوا عشان نجوز اوكي اوكي خلينا نكمل بعد كده ربنا يسوع المسيح ابتدأ ايه ابتدأ يعمل حاجة جميلة اوي جابوا شوية اطفال كده وقال له يا رب ايه بارك الولاد دول حتة جميلة اوي كلنا اه بنحبها فنقرأها كده من 13 ل 15 اه دي كنت شنودة معايا نقرأ من 13 ل 15 حين از قدم اليه اولاد لكي يضع يده عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ اما يسوع فقال دعوا الاولاد يأتون اليه ولا تمنعهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فوضع يده عليهم ومضى من هناك تمام برضو عندنا نفس الكلام موجود في انجيل مرقص 10 من 13 ل 16 ما ده من ده معنا ولا تلعت دي كنت شنودة تقرأنا من 13 ل 16 ايو حدي وقدموا اليه اولاد لكي يلمسهم واما التنميس فانتهروا الذين قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اختز وقال لهم دعوا الاولاد يأتون اليه ولا تمنعهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله فاحتضنهم ووضع يده عليهم وبركهم كالترخيك رأينا برضو الحد دي من انجيل لوقا من لوقا 18 من 15 ل 17 فقدموا اليه الاطفال ايضا ليلمسهم فلما رأاهم التلميذ انتهروهم اما يسوع فدعاهم وقال دعوا الاولاد يأتون اليه ولا تمنعهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله كالترخير هنا الانجيل كلها اتفقت في القصة الجميلة دهيت مع اختلفات بسيطة جدا هنا بيقول ايه في اية 13 يقول حين اذن قدمة اليه قدمة اليه اللي هما مين اللي هما اهالي الولاد السيد المسيح كان بيعلم في المنطقة بتاعت الديرية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت دهيت فجابولوا الولاد عشان يحط ايده عليهم ويوصلي يعني ايه يعني يباركهم يديهم بارك يديهم ايه بارك طبعا حكاية وضع الايد للباركة دي كانت معروفة جدا اه موجودة اه اه ممكن نلاقيها حتى في انجيل ماتة برضو ماتة تسعة قرناها قبل كده عدد تمنتاشر دي كان شنود عدد تمنتاشر وكما هو يكلمهم بهذا از رئيس قد جاء فسجد له وقال ان ابنتي الان ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتاحها فوضع الايد للبركة او للشفاء كانت موجودة وكانت معروفة حتى برضو في سفر التكوين لما نقرأ مع بعض في تكوين تمانية واربعين الحادثة الشهيرة بتاعة ايه بتاعة ابينا يعقوب لما جاي باقي يبارك الولدين بتوع يوسف اللي بنقرأها دايما في الجمعة العظيمة عدد اربعتاشر افضل ديكن شنود فمد اسرائيل يمينه وضعها على رأس احرايم وهو الصغير ويساره على رأس من السا وضع يده وضع يده بفطنة فان موسى من السا كان البكر تمام يعني وضع الايد كانت معروفة اه او اليهود عارفين ان الموضوع ده هو تيعني البركة فعشان كده كانوا جايين عشان عارفين او حسين بالبركة اللي بيديها ربنا يسوع المسيح فعايزينها لولادهم فدي شيء جميل جدا نتعلم منه ان احنا نعمل كده احنا كمان نقدم اولادنا للمسيح لكي يبارك المسيح اولاد لكن حصل شيء عجيب اوه التلاميذ انتهروا الاباء دول عروم يعني ايه يعني هم ابعيدوا ابعيدوا فساد المسيح يقول انجيل مات مرقص انه اغتاس اما يسوع فاغتاس يعني ايه الدايء من اللي التلاميذ بيعملوه طب ليه التلاميذ عملوا كده؟ التلاميذ انتهروا الاهالي ربما لانهم ظنوا ان الاولاد دول مش هيستفيدوا شيء من تعليم السيد المسيح ووجودهم في وسط الجموع دهية والدوشة طبعا اللي بيعملوها ممكن تبقى مصدر تعب وتشتيت وازعاج للبالغين اللي امه جايين عشان يستفيدوا كل ده كانت التلاميذ لسه لما ينضجوا روحيا بالقدر اللي ربنا كان حابوا ليهم عشان كده استمر معاهم فترة يعلمهم عشان كده الاباء دول ابتدوا يتعلموا وينقلوا التعليم لحد هذا اليوم واحنا في تعليمنا وفي كنستنا بنعطي بنعطي الاطفال اهتمام خاص واهتمام شديد جدا في كنستنا بعد الموقف ده هوت اللي يمكن التلاميذ بعدم دراية علمونا ازاي ان احنا نهتم بالاولاد دول وان احنا نجيبهم لربنا يسوع المسيح فيقول ايه استاذ المسيح لأ دعوا الاولاد يأتون يعني ايه يعني خلوا الاهالي يقدموهم لي لا خلوهم تيجوا تمنعهمش يعني ايه يعني لا تمنعوا الوالدين من تقديم اولادهم الي هنا يا احبائي دعوة من ربنا يسوع المسيح ان الوالدين يقدموا اولادهم لله بداية من المعمودية ثم الكنيسة لكي ينالوا البركات الروحية والسيد المسيح بيحذر يحذر ان يمنع هؤلاء الاطفال من المجيء ليه سواء بسوء القدوة من الوالدين او بسوء التعليم او بالاهمال او بالانشغال او بكل ما يشكك الاولاد في المسيح وفي الكنيسة خلي بالك خلي بالك ده شيء مهم جدا خلي بالك دايما يا احبائي من اولادك واحفادك ما نقولش قدامهم اي شيء يشككهم في المسيح او في الكنيسة لان في ذلك منع ليهم ان هما ييجوا وياخدوا البركة الروحية الاودعها سيد المسيح ليهم في الكنيسة الاطفال ده هو دول الكنيسة بتهتم بيهم اهتمام خاص جدا عشان كده ربنا يكمل الآية ويقول ايه لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات مثل هؤلاء يعني ايه اي لمن يتمثل بهؤلاء الاطفال في البراءة والبساطة فهو له ملكوت الايه السماوات يكمل يقول فوضع يديه عليهم يعني ايه يعني باركهم زي الاباء اللي قدموا الاولاد ما تمنوا ومضى من هناك وقديس مرقص زاد على الآية ده هي توقال انه وضع ايديه عليهم وحتضنهم وباركهم شوفوا محبة ربنا يسوع المسيح وعنايته بالطفولة طبعا في الوقت ده هوت من التاريخ كان الاطفال يعني لا ينظر اليهم النظرة اللي السيد المسيح ادهالهم انه هما يجب الاهتمام بيهم ويجب ان احنا نديهم وقت ونديهم تعليم ونهتم بيهم الاهتمام المطلوب لكن العالم ده اياميها كان للأسف بيحتقر الطفولة ومش بيديها الايه مش بيديها الرعاية الكاملة فهنا ربنا يسوع المسيح بيرفع من شأن الايه الطفولة وبيعلمنا كلنا ان احنا نقدم اولادنا للكنيسة وما نمنعهمش من المجيء للمسيح سواء بسوق القدوة نبقى هنا قدوة سيئة لأولادنا او بالانشغال عنهم او بتشككهم في الكنيسة مهم او الكلام بعد كده ربنا حد عنده اي سؤال في الحتة ده احباي طيب نكمل يعني نكمل الحتة ده هي ابتدى السيد المسيح يجيله بقى ايه يجيله الشاب الشاب الغني الشاب الغني القصة بتاعته موجودة في التلات اناجيل فنقرأها مع بعض واحدة واحدة وناخد فيها مقدمة ونكملها بالكامل المرة الجاية ان شاء الله لان فيها كلام كتير جدا وفيها تعاليم كتير جدا والانجيل ده هو الجزء من الانجيل ده بتقارى كتير في السنة الكنسية فبالتالي فيه تعاليم كتير قوي محتاجين ان احنا نقولها كلها ديكن شنودة ممكن نقرأ من ستاشر لحد لحد تلاتين تفضل واذا واحد تقدم له ايها واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصاية فقال له اية الوصاية فقال يسوع لا تقتل لا تزني لا تصرق لا تشهد بالزور اكرم اباك وامك واحب قريبك نفسك قال له الشاب هذه كلها حفظها منذ حدثتي فماذا يعوزني بعد قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع املاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لانه كان زى اموال كثيرة فقال يسوع لتلاميذه الحق اقول لكم انه يعصر ان يدخل غني الى ملكوت السموات واقول لكم ايضا ان مرور جمل من سقب ابرة ايصر من ان يدخل غني الى ملكوت الله فلما سمع تلاميذه بوهتوا جدا قائلين اذا من يستطيع ان يقلص فنظر اليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع فاجاب بطرس حين اذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اصباط اسرائيل الاسرائيل الاثن الاثن ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون اولين كثيرون خير نقرأها برضو من انجيل معلمنا مرقس في حد يحب يقرأ يساعد ديكن معنا فضل سيز مجد ممكن نقرأ مرقس 10 من 17 17 لحد 31 17 31 فضل سيز مجد وفيما هو خارج الى الطريق رقد واحد وجسى له وسأله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لالي السرحات الابدية وقال له يسوع لماذا تدوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله انت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسلق لا تشب الزور لا تسلب لا تسلب اكرم اباك وامك فاجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفستها منذ حدثتي فنظر اليه يسوع واحبه وقال له يعوزك شاء واحد اذهب باع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك تنزل في السماء وتعالى ادبعني حاملا الصريب فيغتم على القول ومضى حزينا لانه كان زي اموال كسيرة فنظر يسوع حوله وقال لتلميزه ما اعصر دخول زويل الاموال الى ملكوت الله فتحير لانه لانه كل شيء مستطاع عند الله وابتدع بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم ليس احدا ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقورا لاجلي ولاجلي الانجيل الا ويأخذ منه ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولادا وحقورا مع اضطهطات وفي الظهر الاتي حياة الابدي ولكنك سرون اولون يكونون اخرين والاخرون اولين انت الخير ايش ابو مادم اماني تحب تقريب ايوا يا ابو نافش مشكلة طيب نقرأ من من لوقة 18 من 18 لحد 30 من 18 لحد 30 تفضل وسأله رئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لقرس الحياة الابدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد واو الله انت تعرف الوصايا لا تزن لا تقتل لا تصرق لا تشهد بالصور اكرم اباك وامك فقال هذه كلها حفظتها منذ حداستي فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوزك ايضا شيء بيع كل مالك ووزع الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع ذلك حزن لانه كان غنيا جدا فلما رأى يسوع قد حزن قال ما اعصر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله لان دخول جمل من سوق بابرة عيصر من ان يدخل غني الى ملكوت الله فقال الذين سمعوا فمن يستطيع ان يخلص فقال غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك وقال لهم الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولاد من اجل ملكوت الله اخوة الا وياخذ في هذا الزمن اضعاف كثيرة وفي الظهر الاتي الحياة الابدية واخذ الاسن عشر نرجع تاني طبعا انتم شايفين ان تقريبا القصة متطبقة الا في اشياء بسيطة جدا في الثلاث انا نرجع تاني العدد سبتاشر يقول في عدد سبتاشر وإز واحد تقدم الواحد ده هو شاب وده تذكر في عدد عشرين وغاني في عدد اتنين وعشرين ورئيس لاحد المجامع زي ما الانسان ده احبائي كان زو تواضع وغيرة دينية انت شاب كده كان عنده تواضع لما جي الاستاذ المسيح جسع على ركبته متواضع وعنده غيرة دينية وجاي يسأل يسأل عن افضل المواهب اسمى شيء زي ما كنا بنقول ان هو سؤال المليون دولار اللي هو ايه اللي هو ازاي ادخل السنة ازاي ابق معاك يا رب في الحياة الابدية الانسان دهوت او الشاب ده كان زو ادب وصفات محبوبة لشان كده معلمنا مرقس يقول ونظر اليه يسوع واحبه نظر اليه يسوع واحبه جاله وقال له ايه قال له ايها المعلم الصالح ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لها الحالة ابدية سيد المسيح قال له ايه لماذا تدعوني صالح يعني ايه المعلم الصالح اللي قالها هذا الشاب طبعا اللقب دهوت هو لقب توقير هيو المعلم الصالح اعتاد اليهود انهم يمدحوا به المعلمين بتوعهم وكلمة الصالح ده اسم من اسماء الله عند اليهود اسم من اسماء الله عند اليهود وأطلق أيضا كلمة الصالح على النموس نفسه على النموس نفسه واعتاد للأسف اليهود أنهم يجملوا ويمدحوا المعلمين بتوعهم بألقاب تخص الله وحده تخص الله وحده فالسيد المسيح قاوم الموضوع ده هوت وقال له لماذا تدعوني صالحا ليه تعمل زي بقية الناس وتدي اللقب بتاع الله لإنسان ليس أحد صالحا إلا واحد وهو إيه وهو الله لكن لو أنت فعلا بتعني الكلام ده مش بتقول الكلام ده للمظاهر فقط يجب أن تعترف أني أنا هو الله الحتة بتاعت أن النموس أيضا سميها صالحا دي موجودة في رميا لما نقرأ مع بعض رميا سبعة نلاقيها موجودة هناك رميا سبعة رميا سبعة اتناشر اتناشر وثلاثة نديكن شنودة ممكن نقرأ اتناشر وثلاثة إذن نموس مقدس والوصية مقدسة وعدلة وصالحة فهل صار لي الصالح موتا حاشا بل الخطيئة لكي تظهر خطيئة منشئة لي بالصالح موتا لكي تصير الخطيئة خطيئة جدا بالوصية يعني برضو كلمة الصالح دي ذكرت عن النموس نفسه يعني الكلمة بتاعت الصالح كانوا يطلقها كان يطلقها اليهود على الله بعدم اعتناء بمديح كاذب بياخدوا الصفة دي ويطلقوها على المعلمين بتاعتهم بيها أيضا قال له أيها المعلم الصالح ماذا افعل ايه لقارس الحياة الابدية او لتكون لي الحياة الابدية يعني لانال او لقارس الحياة الايه الابدية ربنا يا سواء المسيح قال له ايه قال له لماذا تدعوني صالحا سؤال لي هنا بقى لماذا تدعوني صالحا يعني ايه يا ربي هل الكلام ده معناه ان انت مش صالح وان انت مش الله طبعا كان ده مش مزبوط لكن المقصود هل تؤمن أني أنا الله فعلاً أم تقولها مجرد مجاملة زيك زي بقيت اليهود فالسيد المسيح ما قالوش ما تدعونيش صالح يعني في حد ممكن يفهم الكلام ده ويقول السيد المسيح بيقول أنه هو مش الله لا ما قالش لا تدعوني صالح إنما رفض أن يدعوه هكذا كمجرد لقب زي وزي أي واحد من المعلمين ما لم يؤمن بحق أنه الصالح وحده يعني لابد أن أنت تؤمن أننا الصالح عشان تقولي الكلام ده لأن اليهود زي ما قلتلكوا اعتادوا أنهم يدعوا رجال الدين بألقاب لا طليق إلا بالله وحده وكأن السيد بيقول للإنسان الغني ده إن أمنت بي أني أنا الله فلتلقبني هكذا وإلا فلا هذا وقد أكد السيد المسيح نفسه في مواضع أخر أنه صالح يعني في يحنى عشر أحد عشر يقول عن نفسه أنا هو الراعي لإيه؟ الصالح فده مش معناه إن السيد المسيح ينكر عن نفسه الصفة ده هي بالعكس عايز الشاب يقولها بس يقولها عن اقتناع مش عن مجرد لقب أو مديح هما بيطلقوه على أي حد زي إيه؟ زي لما نيجي نجامل كده هوت حد من الأباء أو حد من الخدام ونقعد نفخم فيه ونبجل فيه وندي له ألقاب لا طليق إلا بالله مش صح مش صح أبدا فالكلام ده مش مظبوط وربنا يسوع المسيح ما حبهوش وحب إن الإنسان لا يمدح هذه إيه؟ أو يستخدم هذه الألفاظ في المديح يقول حد من المفسرين عرف الأغنياء بالمظاهر الخارجية وحب الكرمات وكأن السيد بإجابته هذه أراد أن يوجه الأغنياء إلى تنبيه قلوبهم عن محبة الغنى بطريق غير مباشر مع رفض محبة الكرمات والألقاب المبالغ فيها خلي بالك يا أحبائي لما بنبالغ دايما نقع في غلط ولما بنبالغ بنتعب الشخص اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا بنمدحه خلينا في الطريق الوسطى لا تمدح كثيرا ولا تزم أبدا خليك في الطريق الوسطى ويقول الحقيقة بس وما تمشيش بالمظاهر طبعا الشاب الجميل ده هو أظهر شوقه للحياة الأبدية عشان كده السيد المسيح أجابه عن اشتياقه أجابه عن اشتياقه ربنا لما بلاقي حد مشتاء ليه أحبائي ما بيسيبهوش أبدا بيديله بيديله ما حدش يتشوق لربنا ويطلب منه يقول يا رب قربني منك عرفني طريقك خدني معاك السماء إلا وربنا لابد إن هو إيه؟ إن هو يديله إجابة شافية عن اشتياقه زي قديس كرولوس كبير ما بيقول الذين ينحنون أمامه بعنق عقلهم للطاعة خلي بال اللي بينحني قدام ربنا بعنق عقله مش بس برقابته كده أو خلاص كمنظر لكن بعنق عقله للطاعة يهبهم وصايا ويعطيهم نواميس ويوزع عليهم المراس السماوي ويقدم لهم البركات الروحية فيكون بالنسبة لهم مخزنا لعطايا لتسقط مقولة جميلة جدا لقديس كرولوس كبير الذين ينحنون أمامه بعنق عقلهم للطاعة يهبهم وصايا يعلمهم نواميس يوزع عليهم المراس السماوي يقدم لهم بركات روحية فيكون المسيح بالنسبة لهم مخزنا لعطايا لتسقط لما تيجي للمسيح وتوقف قدام الهيكل احني رأبتك بعقلك احني راسك بمخك للطاعة قوله يا ربي أنا جاي ونازل هوت قدامك عشان تيجي تملى ذهني وأنا مستعد أطيع كل شيء تقولهولي السيد المسيح قال له ايه قال له لو عايز تدخل السما زي ما انت عايز احفظ الوصايا يعني ايه يعني اعمل بوصايا الشريعة كلام ربنا يا سوال المسيح بيقول كده طبعا واحد فينا يقول قال لا طب الشريعة يا ربي ده انت جاي عشان تديهم شريعة جديدة حتى الراجل نفسه الشاب نفسه قال له اية الوصايا يعني اصدق وصية بتاعتك انت ولا ايه مش فاهم اية الوصايا سيد المسيح قال له لا قال له انا اصدي بالوصايا اللي هي حفظ الشريعة اللي انا ادتها لكم من البداية يا ربي طيب مش كان مفروض تعلمه الانجيل تعلمه حاجة اجدد من كده ليه بالذات الشريعة السيد المسيح امروا اولا بحفظ الشريعة تمهيدا لكي يعلمه الانجيل ايضا وفقا لقول الرسول ربنا بولس الرسول لما قال في غلطية ثلاثة اربعة وعشرين آية جميلة جدا يريد كلنا نحفظها غلطية ثلاثة اربعة وعشرين مدام موندا رجعت مش كده ايه يا ابونا طب نقرأ اربعة وعشرين إذ كان النموس مؤدبنا للمسيح لكي نتبرر بالايمان خلي بالكم إذا كان النموس مؤدبنا إلى المسيح اللي كان نتبرر بالايمان يعني ايه يعني النموس بتاع العهد القديم كان بيعدنا ان احنا نيجي للمسيح لنتبرر بالايمان مش بالايمان مش بالنموس الايمان مش بالايمان بالنموس علمه اورجينوس يقول ايه هذه الوصايا بتاعت النموس كافية انجاز التعبير للبدء بدخول الحياة لكنها لا تكفي لادخال المرء الى الكمال فمن ازنب في واحدة من هذه الوصايا زي ما بيقول النموس عجز عن الدخول الى بدء الحياة زي ما بعد كده شرح بولس الرسول الفرق ما بين نموس العهد القديم والمسيح كمال المسيح في العهد القديم النموس ده يقدبنا يدخلنا على الباب بتاع الملكوت لكن ما يديش حد كمال لان نموس نفس يقول لو انت غلط في واحدة بس تبقى مجرم في الكل لكن المسيح يكمل ويكمل بنا كل شيء ويغفر لنا كل شيء ويعدنا الى الملكوت وندخل الملكوت بدمه وبنعمته متبررين بالإيمان به زي ما بيقول هنا عشان كده القديس اغسطينيس يقول ايه يقول ان كنت لا تريد ان تحفظ الوصايا فلماذا فلماذا تبحث عن الحياة ان كنت تتباطئ في العمل فلماذا تسرع نحو الجزاء ده تعقيب على قول السيد المسيح ان الوصايا موجودة عندك اعملها اشتغل بيها يعني الشاب قال له ايه قال له اية الوصايا يعني انت قصدك ايه بكلمة الوصايا هل المقصود وصايا معينة السيد المسيح اجابه كل الوصايا اللي في اللحين اللي استلامهم من ربنا سواء اللوح الاول الوصايا الخاصة بعبادة الله او اللوح التاني الخاصة بالتعامل مع الاخرين والسيد المسيح لما تسأل اكتر فصر الموضوع ده ذكر وركز على الوصايا اللي في اللوح التاني اللي هي الخاصة بالتعامل مع الاخرين لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور و عشان يفهمنا ان اللوح التاني او وصايا اللوح التاني لا يمكن ان تتمم الا بحفز وصايا اللوح الاول اللي هي عبادة الله وايه ومحبته وقال السيد المسيح في آية 19 التلخيص بتاعة اللوح التاني احب قريبك كنفسك اكرم اباك امك واحب قريبك كنفسك اللوح تلخيص بقى كل ايه كل الوصايا بتاعة التعامل مع الاخرين ليه لان في المحبة القريب اربع حاجات اول حاجة النهي عن اضرار القريب في ذاته او ماله او سيته يعني احب قريبك كنفسك يعني ما تضرش قريبك لف ذاته ولف ماله ولف سيته حاجة التانية لو فيه خلاف بينك وبين قريبك واجب ان يعامل كل واحد الاخر بالحق والعدل كما لو كان يعامل نفسه حاجة التالتة ان يطلب او يطلب كل انسان خير قريبه الزمني والروحي ولا يقتصر على الاعتناء بفائدة الشخصية رابع حاجة ان يستبع دائما او يستعد دائما لانكار ذاته اسعادا لقريبه اربع حاجات في كلمة احب قريبك كنفسك ما تضرش قريبك لف ذاته ولف ماله ولف سيته لو كان لو كان في خلاف بينك وبينه خلي التعامل او الحكم يكون بالحق والعدل زي ما انت بالزبط بتعامل نفسك الحاجة التالتة اطلب خير قريبك الزمني والروحي كما لو كنت بتطلب الحاجة دي لك شخصيا اخر حاجة استعد ان انت تنكر ذاتك عشان تسعد ايه قريبك طبعا الشاب بسرعة قال هذه كلها قفستها منذ حداسته جملة صدمت ربنا يسوع المسيح وهتخليه يتعامل مع الشاب بايه بآآ اسلوب الكمال بقى هيبتدي يحاول يرفعه درجة اكتر وده اللي هنتعلم عنه المرة الجاية ان شاء الله عشان بس ايه آآ ناخد كل كلمة كلمة ومنكروتش هنقف بس عند آية عشرين ونكمل المرة الجاية ان شاء الله وده ربنا المجد دائما ابديا امين اللي يحب يسأل يتفضل او اللي يحب يتناقش يتفضل